موسيقى الرئيس السيسي يلتقي ملك البحرين في القاهرة لبحث تعزيز التعاون الثنائي موسيقى وزراء الدفاع في مصر واليونان وقبرص يدينون أعمال تنقيب غير القانونية في المياه القبرصية موسيقى ورئيس الوزراء العراقي يتعهد بإجراء إصلاحات سياسية ووضع موازنة تخدم اقتصاد البلاد موسيقى الثامنة مساء السادسة بتوقيت جرانتش موجزون أخباري يأتي حضراتكم من القاهرة أهلا بكم استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي أكد على المكانة العزيزة والتي تحظى بها البحرين لدى الشعب المصري كما شدد الرئيس السيسي على موقف مصر الثابت تجاه أمن منطقة الخليق العربي باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن مصر القومي موسيقى دع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عقد اجتماعا يتناول الشأن العام من منظور دينيا وسياسيا واجتماعي واخلال كلمته في حفل وزارة الأوقاف بمناسبة المولد النبوي الشريف شدد الرئيس السيسي على أهمية هذا الاجتماع في ظل ظروف التي تمر بها مصر والمنطقة اختتم وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي زيارته رسمية إلى اليونان والتي استغرقت عدة أيام وعقد وزير الدفاع لقاء ثنائيا مع نظيره اليوناني كما عقد جلسة مباحثات مشتركة مع نظيره اليوناني والقبروسي أكد خلالها الوزراء الثلاثة على عزمهم المشترك لتحقيق المزيد من التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية من أجل مواجهة التحديات التي تواجههم وذلك في منطقة شرق البحر المتوسطة كما أدانوا أعمال تنقيب التركية غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبروس داعينا للوقف الفوري لهذه العمليات كما أدانوا الانتهاكات التركية للمجال الجوي والمياه الإقليمية اليونانية واستنكروا الغزوة التركية الأخيرة للسوريا تتواصل فعاليات الدورة الثانية من المعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية بيزنكس 2019 وذلك بمشاركة سعودية وإماراتية وتستمر فعالية المعرض على مدار ثلاثة أيام يشارك فيها نحو 300 علامة تجارية محلية ودولية بالإضافة إلى 17 بنكا ونظرا للنجاح الذي حققه المعرض العام الماضي فقد حدث المنظمون على زيادة مساحته العام الجاري إلى 10 ألف متر ليستوعب أكثر من 12 ألف زائر وإلى العراق حيث أكد رئيس وزراء العراقي عدل عبد المهدي سعي حكومته لبدء بإصلاحات قدية وإيجاد موازنة قادرة على إدارة الاقتصاد بشكل علمي وصحيح وزيادة الموارد غير النفطية وأشار عبد المهدي خلال ترأسه الاجتماع الموسع للجنة أعداد الموازنة المالية لعام 2020 إلى ضرورة إنهاء المشاريع المتوقفة والتي أدت لضياع أموال هائلة وفرص عمل وأنتاجت بطالة واسعة رفض وزير خارجية الولايات المتحدة وألمانيا ما ذهب إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وذلك من أن حلف شمال الأطلسي في حالة موت إكلينيكي وفي مؤتمر صحفي بألمانيا قال بومبايو أن حلف شمال الأطلسي لا يزال حاسما وصفا إياه بأنه أحد أهم الشركات الاستراتيجية طوال التاريخ داعيا كل الدول الأعضاء في النيتو أن تدقاسم أعباء الحلف فيما قال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس أنه يعتقد أن حلف شمال الأطلسي ما زال يقوم بدوره نهاية هذا الموجز مشاهدين لمزيدنا الأخبار تابعوا موقعنا الإخبار أكسرانيوز دوت تيفي في أمان الله ترجمة نانسي قنقر